فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وهو شرفٌ لأهله وكيف لا يكون شرفًا والتعليم من مهام الأنبياء ومن بعدهم من مهام الفُضَلَ ولذا جعله الله عز وجل طريقًا رِفعة يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات الرافع هو الله سبحانه وتعالى ومن رفعه الله لن يخفضه أحد رِفعةٌ حقيقية يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فشرطُ الرفعة الإيمان ثم العِلْم فالعِلْمُ لَا يَرْفَعُ وَلَا يَنْفَعُ إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر